مساحة حرة يذهب يوما إلى مبنى التلفزيون وعاد سعيدا لكنه كان عراب سعادة وثقة لملايين انتظروه أسبوعيا وكأنه فرد من العائلة ترك سوريا مجبرا ليتابع تلك الرسالة التي بدأها عام 1975 واستمرت حتى اليوم رغم غيابه عن الشاشة لكنه لم ينسى وكأنه لم يكن العلام الكبير توفيق الحلاق أهلا وسهلا فيك بإذاعة مونتي كارلو شكرا كتير باسم والتقديم الحلو هذا المختصر الموجز يعني هو حلو كتير كتير شكرا يعني مسيرة عقود كبيرة من الزمن سيد توفيق الحلاق ما بنقدر نختصرها بساعات يمكن بدنا حتى نحكي عنها أول شي بشرفني أنك تكون معنا وحضرتك أستاذ يعني الله يسلمك أنا الحياة سعيد بالجيل الجيلك وجيل الشباب والبنات اللي حملوا الرسالة هاي رسالة الإعلام اللي هي بعتقد هي الجسر الضروري جدا لايصال مو بس المسائل السياسي المسائل الاجتماعي أنا هذا باهتم فيه كتير المجتمع تنوير المجتمع تثقيف المجتمع هذا الدور الإعلامي المهم وأنا فرحان فيكم أنا كتير فرحان يعني أنه حضرتك موجود صوتك تحديدا مطبوع بذاكرت السوريين قبل الصورة والشكل الله يسلمك أحيانا بيقولولي عرفناك من صوتك مع شكلي لأنه تغير كنت واسيم أول ولستاتك الله يسلم فبيقولولي والله عرفناك من صوتك مو من شكلك ما شاء الله عنك ففعلا ننسك أننا لم نكن بهذا المجال وكيف ليش الناس ما نستك رغم يعني كتير صارت فيه تغيرات بعد عام 2011 عملت بسوريا الغد سبعة من شهور ذهبت إلى أمريكا أيضا تقدم أشياء على مواقع التواصل الاجتماعي لكن ليس على الشاشة ننسى أعرفت ينسى ننسى كأننا لم نكن يوما يعني من يغيب عن الشاشة بينسوه الناس مثل ما بيقولوا دائما المهنة غدارة بعتقد المسألة إلى علاقة بالتراكم يعني هلأ مثلا واحد عمره 40 سنة بتذكرني حتما الأزغر ما هي تذكرني وحتى لا يعني على السوشال ميديا ممكن يشوفني بس ما يرتبط معي وهي هاي أدوار يعني أنت عملت إرث تاريخي هذا الإرث التاريخي يبقى يبقى لكل الأجيال القادمة أنت موجود على اليوتيوب موجود بكتبك بالشيء اللي عم تنزع على مستوى الكتابة فحتى الواحد لو ما عاد عم يتابعك لكن في عنده مرجع يعني أنت كطالب جامعة أو الآخر يجبك تحكي على الإعلام أو تفكر بالإعلام أو حتى تفكر بمسائل الثقافية مسائل فكرية فلازم تكون عندك مراجع فنحن بنطلع بالمرجع يعني يصير مرجع وهذا بالنسبة لي وهذا مهم مهم يعني أنا ما كتير مهتم الآن أني أنا أطلع على الشاشة وأحكي بقدر ما أنا مهتم أنه هذا الإرث اللي عملنا وثقه بالكتابة الكتابة تبقى نعم الحرف يبقى زمانا بعد صرحبه وحضرتك كمان سيد توفيق الحلاء بهديك الأيام بسوريا يعني كانت الأسامي قليلة يلي ممكن نعتبره مرجع في الأعلام يعني كان في حضرتك أكيد كان في سيد مروان الصواف لكن أنتو الإسمين الأكثر انتشاراً كانوا بسوريا ليش فقط كانوا في إسمين هل قلة المحطات وضع تلفزيون الحكومي السوري شو السبب يعني لعدم وجود مراجع كثيرة في الأعلام السوري بهديك المدد بعتقد يعني هي مثل ما تقول دائما الأجيال تتقدم يعني دائما حضرتك أنت الآن حالة متقدمة عننا نحن ونحن بعتقد كنا كمان حالة متقدمة عن الموجود فكان في موجود مجيعين ما في شك يعني كان في مجيعين كثير بالإزاعة وبتلفزيون السوري يعني تعدادهم يصل إلى خمسين لكن قصة أنك أنت تكون أنت أكثر مشاهدة أو أكثر متابعة هذا تابع للشيء اللي أنت عم تعمل الجديد فالجديد اللي عملناه مروان صواف وأنا هو مسألت أنه استغنينا عن الورق يعني على الشاشة استغنينا عن الورق أنت كإزاع ممكن تشوف لكن على الشاشة منظرك وأنت عم تحكي إيك وكذا فلحنا حبينا نطلع عن هذا وكان هذا عم يحملنا عبء عبء كبير أنك أنت كل المعلومات اللي عندك هلأ حضرتك أنت هاضمة يعني تعرفها فأنا بذكر أول مقابلة عم حكي لك على بسألت لماذا حصلت هذه الشهرة له الدين والحالة يعني اللي موجودة نعم نعم والحالة اللي كانت موجودة بهذه الأيام لماذا حصلت هذه الشهرة نعم فاللي صار أنه مثلا أول مقابلة اللي عملت بحياتي بتذكر أنا على الشاشة كان في برنامج اسمه مجلة التلفزيون مع سهيل عرفي بتوقع بوقتك كانت أول لقاء نعم مع سهيل عرفة بالضبط براو عليك محضر عظيم سهيل عرفي فعلا كان أول لقاء فمشان أنا أعمل اللي قال سهيل عرفة قال حضرتك مشان تحضرلي مقابلتي بترجع للأنترنت بترجع لأشياء ما أنا بحاجة تروح لمكان تاني إحنا أنا كنت مضطرح على جارة البعث وتشرين والثورة وشوف الأرشيف كله عن سهيل عرفة وكان لازم روح على حارته شو بيع الحلويات شو بيع الفلافل والآخر يسأل عنه وإسأل رفقاته بالملحنين والموسيقيين والمطربين حتى جمعت معلومات عنه وبعد كل هذا طبعا هذا بيستغرق أيام وبعدها بدك كله هذا تهضمه وتعمل مقابلة بدون ورق فليصار أني أنا بلشت أحكي معنا شو هي العرفة حتى قبل ما أبل ما بلش المصور المصور قال لي أستاذ نسيهان الورق أنت قلت له أي ورق قال لي الورق اللي تسأل منه قلت له لا ولا يهمك قال لي أول مرة حياتي بشوف مزيع ما عنده ورق فحتى سوهيل اندهش أول ما بلشت أحكي معه طلع هي غريبة أول مرة بحياته حدا بيقوله أنه بطفولتك كنت أعمل هيك وتروح له عند بياع الفول وبعرف شو منها الحكي فهذا النقل من الحال الأولى اللي هي حالة القراءة حالة الجمود في المكان كمان يعني كان فيه ستوديو وبس نحن طلعنا على برة نزلتوا على الأرض يعني مع الناس وخاصة يعني برامجي مروان قول كان بالستوديو بس أنا كنت دائما برة في الشوارع في الحارات في البيوت فهذا النقل هي يمكن السبب ودائما عندك حالة رفض للتقليدي بالأعلام يعني حتى لما بدأت بالإذاعة من الأوائل اللي نزلوا على الأرض وراحوا على القرى وعملوا هذه جزئية من حياتك ما كل الناس بتعرفها بالإذاعة 75 حقيقة أول ما لا أنا عندي قصة كمان طريفة أنه أنا بالأصل بكالوري الصناعية معي والبكالوري الصناعية لازم يشتغل مراقب فني يعني مثل المهندس الصوت المهندس الأخ اللي موجودها الحاليان يعني بيراقب المزيعين بيتابع الصوت بيحط موسيقى بيحط إلى أغري فكانت هاي شغلتي فوقت اللي قدمت فكرة للبرنامج اللي هي اسمها حياة بلدة فما حدا وافق يعني ما حدا وافق كيف بتكتكون بكالوري الصناعية أنت يعني لم يحدث في تاريخ الإذاعة أنه واحد بكالوري الصناعية يصير مزيع أو يصير معد فكان يعني عزبتني كتير هالقصة وتوسط مع ناس كتيرين والآخرين حتى بعدين مدير إذاعة اللي مكتر ما صار فيه إلحاه قال لي طيفوت على السدود اللي تشوف عطيه جريدة أي كلام سمع لغتي أنا مليحة يعني لغتي العربية الفصيحة مليحة فحكيت فقال لي خلاص أوكي اعمله فكانت هاي بالنسبة اللي نقلة من حالي لحالي مختلفة من العطب في حياتي من مساعد فني أو مهندس صوت إلى حالة مزيع هاي كلي أول مرة تحدث في تاريخ الإذاعة والتلفزيون السوري يلي كنت شوفه كمان يلي أنا ملحقته على جيلي للأسف هو يعني نقدر نقر عنه ونشوف بعض الأشياء اللي لستاتها موجودة السالب والموجب هذا البرنامج يلي استمر 11 عاما طبعا مع قضايا كثيرة من قلب المجتمع السوري فكر أنا لو كان هذا البرنامج بأيامنا هذا ومع مواقع التواصل الاجتماعي قديش كان رح يعمل حالة مختلفة هو الحقيقة البرنامج بدأ من فكرته البسيطة أنه فيه أنا كنت عم استنى حدا تحت جسر السورة بدمشق نعم ففي بويجي بويجي شعره أشعر الولد حلو عمره شيط عشر سنة يعني أنا بحياتي أخذ قرار أنه لا يمكن حط حزائي اللي يجي واحد يمسحه هذا قرار نتيجة قراءاتي وثقافتي والآخر فلا يمكن أعمل هيك بس أنا صار هو يشجعني هو يشجعني أستاذ الله يوفقك أستاذ الله يوفقك والله بمسح لك والله ربع ليرة من هالكلام فأنا يعني شفيت عليه حطيت ثباتي قاعد طلعت على منظره هو عم يعمل هيك بالفرشاية شعراته الشقر هيك عم يروحه ويجي وكذا لفت منظري فقلت له أنت ما نكمل مدرسة قال لي ملا قلت له بتروع المدرسة وبتيجي بتشتغل هنا قالت له ليه قال لي والله أنا بابا متوفي وعيلتنا كبيرة ولازم ساعد أهلي فخطر لي أنه فيه ولد مثل حكايته أو بنت مثل حكايته بنفس سنه الآن ساكنة في أبرماني أو بالمالكي وعاشي بجو آخر مختلف جدا عن هذه الحياة فخطر لي المقارنة بين هاي الحالة وهديك الحالة فروحت لعند الدكتور الله يرحمه عبد كريم اليافي كنت معرف أنه عنده بنت بتعزف على البيانه فقلت له فينا نروح لعندك ونصورها وكذا قال لي ايه بس ما عرفان شو الفكرة فروحت لعنده وصورنا بنته هي عم تعزف وعملت مزج كأنه عم يعزف بين واحد عم يعزف على الصباط وهديك عم تعزف بجمالة وأنا قطة وشعرها هيك الحلو والآخر فكان هالكونتراست اللي عملنا مثير جدا وهي كانت بداية البرنامج حياء اللي اسمه السالب والموجب وبداية البرامج الاجتماعية يعني وبوقتها ما كان فيه المفهوم الحالي اللي هو اسمه التريند منعمل أي شيء أي حالة غريبة مشان نجمع مشاهدات بوقتها كان شيء حقيقي لأنه عم نحكي عن شيء موجود بقلب المجتمع اختلفت البرامج الاجتماعية يمكن ومفهومة بين أيام حضرتكن وإيامنا الحالية يعني أيام ما كان فيه برامج برامج تهتم بالمجتمع كان فيه برنامج واحد اسمه ممكن مع الشعب كان اسمه محمود الخاني الموزيع الله يرحمه أخوله موفق الخاني صاحب برنامج الشهير اللي اسمه من الألف إلى الياء فكان عنده برنامج اسمه مع الشعب يحط الناس بالمسرح ويحكوا قضايا مثلا الغلاء القضايا الناس بتهتم فيها هذا البرنامج الوحيد اللي كان موجود باكن بالاستود اللي عمله برنامج سالب موجود أنه نزل للأرض يعني نزل كل الحلقة موجودة تحت يعني بين الناس سواء مجنزرات طلعت خمس مجنزرات أنا هي هاي القصة كتير مجنزرات يعني والصبية اللي كانت تسرق ملبس أو شي يلي كمان كانت مجنزرة أو أبو هاي اسمه يسرى هاي أول وحدة فهاي كمان قصة بتحب تسمعها هاي القصة طريفة كتير هاي كيف هاي القصة لما لقيت البنت المجنزرة هاي هاي اللي عم تحكي عنها اللي بتسرق الضامة هاي كان فيه مزيع ومخرج وبنفس الوقت اسمه داود يعقوب فداود صديقي فعلى أسانسير نحن عم نستنى الأسانسير أم قال لي توفيق إلي عندي قصة غريبة جدا نتقول لي شو هي قال لي ما رح حكي لك يا رح دلك على شخص يحكي لك يا دلني على شخص بحارته هي الحارة اللي رح تصورت فيها هي حارة لليهود تخيل وفلسطيني مع بعضهم يعني عايشين بنفس المكان عم نحكي بالسبعينات يعني أواخل أواخل السبعينات يعني هذي الكلام بالخمسة وسبعين ستة وسبعين ستة وسبعين فرحت والله لهني امت اكتشفت انه بعتني هو اللي عند واحد أعمى وما قال لي ففتت مرحبا قال لي هيك سبالي أعمى يعني هالصوت مو غريب هالصوت مو غريب مين انت قلت له أنا اسمي توفي قال لي والله عرفت مو انت تطلع في سالة موجب قلت له ايه مصوت فالمهم قال لي تفضل تفضل فوتني لو وراء المستدار وسموه أولك حطني وعطى حطى لي كرسي وقعدت عطى تفرج يعني على الوضع انه أعمى بيجي لعنده واحد مثلا بده شكاكر بده شيفا بيحطوا السلوم بيطلع لفوق بيعرف الأطار ميز وين والآخر المهم قلت له بعثني داويد يعقوب لعندك ففي عندك قصة حكي لي ياها قال لي بس يروحوا الناس بحكي لك ياها المهم مستنى لراحول لانش تلفل لمرته قال لي تعيشوا في مين في عنا والآخر المهم اجت مرته بعد شوي جاي بشار وقعدنا هم حكالي قال لي انا شوف في مثل الزاروب بين بين الغراض يعني البضاعة يعني مثل حارة صغيرة هون في بضاعة هون في بضاعة بالصدر قال لي بالصدر فيه اترميز بحط فيه انا ضامة ملبسة اسمها يعني ضامة حمص وعلي السكر فبسمو ضامة ملبسة فبحطه هنيك انا المهم قال لي ايه قلت له ايه قال لي كل يوم بدي يجيب بنا عم لاقيه ناقص هالأترميز ناقص هالأترميز ناقص هالأترميز طيب شو كيف يعني يعني كيف عم يروح الأترميز يعني مين بده يفوت لجوة يعني كان مندهش يعني هو واعي صعيق عمى بسواعي جدا فلا أفضل حل يروح يوقف هالأترميز وأم رح وقف هالأترميز ولا ما شاف انه سمع صوت الحركة بالأترميز مسك هيك أو مسك ايد منو انت قلت له انا يسرى عم وانا يسرى قلت له مين يسرى قلت له جارتكن يسرى نسيتني انا صغيرة يسرى اللي بجي لعندك بشتي قلت له طيب انت وين وكيف قالت له انا بس ايدي اللي مبيني انا مسجونة انا ابي ساجني صلي خمس سنين جوا خمس سنين مسجونة قالت له بالغرفة اللي حدك اللي على حيطك قال له معقولة عم تحكي قالت له ايه فصارت عنده القصة وبدو يلازم حدا يوصل الرسالة تبعا وبدو يكون ما مسؤول لانه ممكن ابو يجو يقتله ابوه فوصل للخبر وهيك نحنا رحت انا بالليل عملت اللي لبست عباية كان مشكلة انه كنت معروف معروف تماما يعني معروف حتى لو شو ما لبست بس وقت لبست عباية وحطيت حطة على راسي والاغري ومن حسن الحظ انه كان في مطر فوصلت في الليل وعرفت البيت يعني الغرفة وين الباب مفتوح باب دار عربي كبيرة ففتت لجدقيت على الشباك قال سمع الصوت عم يقول مين قلت له انا اسمي توفيق حلاء موزيع بالتلفزيون السوري بكرة رح ايجي وطالع اهيك قلت لي بالله قلت لي ما تعلي صوتك بس لا تحكي لحدا ابدا بكرة جاي انها لعندك انا كنت بدي اتأكد من القصة انه حقيقية يعني حقيقية وحابسة فتاني يوم فعلا جبنا الكاميرا وشيارة لاندروفر وقلت له للمصور بتضل عم نتصور من اول ما منفوت بالحارة وشو كاميرا وقتها كانت الكاميرا هيك ما فيك تحبية يعني اوضا وبعدين اشريطة سينمائية يعني كاميرا سينمائية ما كان في فيديو ابدا وبالتالي كتير كان في صعوبة يعني ثلاثة عم يساعدوه المهم بلاشنا نصور طبعا الولاد بس شافوا الكاميرا هجمت الحارة كلها صارت وراني بدون يتصور قدام الكاميرا البيت فورا مباشرة انا عالباب وقت اللي وصلت لعند باب غرفتها كانت الارض الديار واسعة كانت مكتزة نسوان وولاد ورجال تعبت لدينا بشر فقلت لهم وين مفتاح بصوت هيك عالي وقوي وين مفتاح قالوا لي مع هاي مع هاي مين هاي طلعت خالته خالتها مرت ابوها هي المعة مفتاح الغرفية اللي محبوصة فيها قالت لي ما معي والله ما معي قلت لي هاتي المفتاح بسرعة قالت لي ما معي في ولد هيك صغير عمله شي يعني عشر سنين قال لي كذابة معا معا قال لي انت مين قال لي انا اخوه ليسرى فالمهم وقت اللي ورطها فقفتت على صدره وطلعت المفتاح فتحنا الباب ونشوف منظر مطبيعي غرفة واسعة شهودة كلها حيطانة تاخت عاري ما في لا فرشة ولا مخد ولا ايش على الاطلاق عبارة عن يعني مثل شبك الحديد وبس وبتنام عليه كل الغرفة ما فيها غير هيك يعني فعن البنت عم تنام بيدون غطى بيدون فرشة ما عم تتنظف كمان يعني بياخدوه على الحمام مرة واحدة باليوم يعني مين بيأتي خالتها بتوديها وبتتجعها وبس هيك عايش خمس سنوات والتيابة كلها مشاشة ليش كانوا حبسينها يعني هو هذا الشي ما فهمت هذا الشي اللي ما حكيته على التلفزيون يعني ما حكيته لأنه ما بيلحق يعني في علاقة ما مليحة محرمة حصلت مع أبوها يعني فما بيلحق شو بدك تقول ما فيك تقولها بوقتها تحديدا يعني على التلفزيون مكانت تمشي يعني شي فظير يعني فقلت أنا قلت اعتدى أبوها عليها بس من غير ما حدد كيف اعتدى يعني وكان لابد ما بدي يشتر العملية فلازم يحطها بالغرفة حتى تموت يعني تركها بدون غطة بدون أكل بدون يعني بحالة أنه شوي شوي بتموت ومنقول ماتت وخالص يعني قصص كانت موجودة أبرزت بهالبرنامج ما كان حدا يتخيل أنه أصلا موجودة بالمجتمع السوري طيب رغم الصعوبات اللي اتعرض له هذا البرنامج خلال 11 عام يعني من البث بعرف الصعوبات اللي كانت ومحاولات توقيف البرنامج بس بيحكي عن طبيعة مجتمع السوري عن قصص موجودة بيناتنا وعن معاناة ناس ليش ما استمر بعده ولو ما معك سيد توفيق حلاء شيء مشابه يعني من بعد ما خلص البرنامج ما عاد شفنا على التلفزيون السوري شيء مشابه وجوده يعني كان في حرب لا تنتهي يوميا من داخل المؤسسة من داخل المؤسسة من المدير العام من الوزير إذا كان ما عاد طبعا ما عاد شخصين ما بقدر انساهن اللي هو الوزير أحمد سكندر أحمد ومدير العام فؤاد باللغطة دول اتنين وقفوا مع البرنامج بقوة رغم انه اتنين حزبيين طبعا بس مو كل حزبي سيء دول الناس كانوا كتير كتير مثقفين واعين عندهم حب لبلدهم حب لوطنهم فهدول اتنين فقط ما عداهم كانوا أبدا فكان في عندي حرب شعواء حتى مع يعني بدي أخد كاميرا مشكلة يعني منشان أحصل على كاميرا روح صور كان في مشاكل لا تنتهي يعني كتار الناس بدون يعيقوا العملية بقصد فقط تفشيل البرنامج يعني ما بد شو السبب يعني شو عام يعمل البرنامج في دافع يعني عاملين أساسيين العامل الأول هو الغيرة يعني البرنامج بحقق نجاح كتير كبير هو كان بعرف حسب نسبة المشاهدة هو الأول وبعده بشي 30 ألف بيجي من الألف إلى الياء أول واحد هو بعد 30 ألف يجي من الألف إلى الياء اللي كان هو كمان برنامج الشهير يعني فكان حجم المشاهدة كبيرة في غيرة غيرة مهنية من ناحية والناحية تانية في رغبة في عدم الظهار هذل هذا الجانب هذا الوضع الاجتماعي الفضيع اللي ما كان حدا بتوقع بس أنا بأعتقد الأساس مو هي هاي الأساس هو الغيرة هو الغيرة غيرة أعلامية كبيرة جدا غيرة حتى من الناس ما لديه علاقة أنا بذكر في واحد ما لديه علاقة يعني ما لديه مزيع وعم يطلع ببس ما لديه مزيع ولا شي بس هو قال لي شفته بالشارقة يعني بالإمارات فبيقعد هيك صفاء قال لي بدي أحكي لك شغلة صريحة قلت له تفضل قال لي وقت اللي أنا كنت شوفك بالتلفزيون قلبي من جوي تفتت كبيدي تفتت قلت له خير لي قال لي هيك أنه أنه أنت يعني بكالوريا صناعية وتصير مزيع على التلفزيون كمان بالمناسبة ما يصير خلط أنا فيما بعد درست عملت لدي سنس بالعالم لا علم اجتماع وعملت ماستر في التربية يعني فيما بعد كملت دراسة بس قيمت بالثمانين حتى حصلت على المهم بس أنا طول الوقت يعني لحد ثمانين تخيل ست سنوات على بكالوريا الصناعية وهذا كان حرب شعواء بكالوريا الصناعية يعني أحد العوامل يستغلوها منه هذا بكالوريا الصناعية مثل هل ماهنك دارس مع أنه الموضوع أحيانا ما له علاقة يعني الدرس الواحد أو مدرس صراحة مسيرة طويلة سيد توفيق الحلاء من هذا البرنامج إلى ابن البلد اللي استضاف 250 شخصية سورية يعني بقي معي عم بتطلع شيء أربع دقايق بدي أحكي بدي أحكي بدي أحكي معهم بتلات محاور بدي أبن البلد طبعا هو برنامج أنا لحقته يعني على على جيلي نحن لحقنا لأبن البلد ولو كنا بسنوات يعني مبكرة من العمر قديش أثر فيك أنه ناس استضافتهم بهالبرنامج رحلوا لسبب ما أو تم قتلهم وشفت هذا الشيء عملته بالسالب والموجب يعني ببرنامجك الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي قديش أثر فيك برنامج ابن البلد هو الحقيقة بفكرة يعني يحيى العريضي الدكتور يحيى العريضي مذكره بالخير ودائما لازم الناس اللي عملوا معك مليح تتذكرهم وهلأ برجع أول من ساعدني في كتابة الرواية وأول من توسط لي حتى أرجع كنت بمنفى على رأسي الجبال حطوني بالزاعة وتوسط لي حتى رجعت للتلفزيو مذكر محمد جومر الله يرحمه أيضا اللي هو ساهم بأنه قبولي كموزيع إلى آخر فيه أسماء لازم من ساعد دكتوري هي العريضي أول كنت أنا بالإمارات عام شهر لأربع سنوات فأترجعت صديقي دكتور ريحة العريضي فقال لي والله في برنامج بزهني ما حدا بيقدر عليه غيرك وقلت له شو قال لي هيك فكرة تجيب هالناس المبدعين وتعمل لهم شو فبس هيك تفع قلت له خلص ترك لي فرعت يعني فكرت الفكرة شو هي ففكرت إنه في ناس بالظل ما حدا بيعرفهم وبالتالي مشان أختصر عليك إنه طالعنا 250 شخصية كان ممكن طالع مو 250 2500 و25 و25 مبدع سوري حتى قلت بالزباني بالنفس البرنينج قلت لو طرقت الباب على أي بيت سوري اللي حيفتح لك مبدع أو مبدع هذا قناعة يعني شعب فعلا حيوي وعنده أفكار فطالعنا هدول الشخصيات اللي كانوا في الظل واللي هن حاملين سوري على كتاف ولا ما حدا بيعرفون نعم بيت على تواصل مع ناس منهم يمكن أكيد في ناس كتير لسه على تواصل عم نحكي عن مسيرة كتير طويلة ما رح نختصرها في دقائق قليلة لكن لابد إنه نذكر آخر شي دارنا العربية مشروعة الكتابة أيضا رواية تتحدث من عام 1950 ميلادك حتى الآن وكل المراحل اللي ما رأيت فيها إذا ممكن صدر ثلاث أجزاء منها حتى الآن ثلاث كتب الآن هي سبع كتب العنوان العريض هو الدار العربي رواية لكن فيها سبع كتب كل كتاب له عنوان مراحل من عمري لكن هي الفكرة مو بس عمري يعني عمري وما حوله يعني حياتي وما حوله سياسيا واجتماعيا وكل الظروف المحيطة بالبلد سواء بدير عطيك قرية وفي دمشق وفي عموم أنحاء سوريا وفي العالم أيضا يعني ما الذي يحدث خلال هالتدرج بعمري أنا عموصف الحالة يعني مثلا حرب 56 في أسرار ما كانت تحكيها حق نعم في أسرار فيها ما كنت تقدر تحكيها قبل رح نشوفها بها الرواية لابد لابد من أسرار يعني ما كنا نحكيها تفاصيل كتيري وأنا إن شاء الله يا رب هلأ في ثلاث كتب موجودين على أمازون وفي سبع أربعة قيد النشر وعندي أربعين قصة عندي هلأ مجموعة قصصية بعتنيها على جائزة الملتقى إن شاء الله كل ثلاث قصص أو عشرة أو سبعة في مجموعة وفي عندي أربعين قصة بين متوسطة وقصيرة وقصيرة جدا هذول كلهم جازي للنشر وناطرين نراهم كمان الأعلام الكبير توفيق الحلاء سعد جدا بوجودك معنا يعني أستاذ في الأعلام من أشهر الوجوه في سوريا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لهذا اللقاء يعني شكرا جزيلا فعلا لسلافة المعدة وشكرا لكل الفريق الموجود معنا وألف شكر نصيحة لمزيعين الجدد أو للإعلاميين الصحفيين الجدد ممكن تقلون إياها والله يعني أنا ماني مع النصائح لأنني ما أحد نصحني بعتقد كل واحد عنده الحافز طبعه عنده الإرادة طبعه الشيء اللي بينصح الواحد فيه دائما الصبر الصبر ضروري الحكمة عدم الحكم مع الناس بتسرع دائما الواحد يتسهم بالهدوء والصبر والقراءة 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 شكرا جزيلا شكرا تسلم شكرا شكرا شكرا